اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الدنيا ومع ملذات الدنيا ورايح وجايل ايه ما الله سبحانه وتعالى اخذ منيته وهو صغير توفى لكن دائما اذكره بالله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالدين وبالعائلة انه يهتم يعني بأهله بنفسه وبصلاته لكن ما كان يسمع الله المستعب الى ان توفاه الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يرحمه الله يغفر الله ويرحمه هذا يذكرنا بقصة جميلة جدا لمن شغلتهم الدنيا واصطدموا بالموت فجأة كما قال علي رضي الله عنه الناس في غفلة متى ماتوا انتبهوا القصة للاسكندر المقدوني او الاسكندر الاكبر المعروف في التاريخ هذا ملك الدنيا من مشرقها الى مغربها من كثرة الفتوحات عنده فوهو في فتوحاته وغزواته جاءه المرض فاحس بدنوي اجله يعني بالموت فنادى كبير قواده قال لا انا بوصيك ثلاث وصايا لازم تنفذها قال لا وشي قال الوصية الاولى ان لا يدخل علي في الايام هذه الا اطبائي فقط الوصية الثانية ان ينثر كل ما جمعت من اموال و جواهر و ذهب في الطريق على الناس من مكاني هذا اللي بموت فيه لين المقبرة والوصية الثالثة ان لا حطيتوني على النعش خلوا يديني خارج القبر مفتوحتان فاستغرب القائد و قال لا ليش امرك نافذ ايها الملك او القائد لكن اخبرني بالمغزى من هذه الوصايا الثلاث فهو هنا انصدم لما جاه ملك الموت على غفلة و انه بيموت و بيخسر هذا كله ما كان منتبه الحياته كان منتبه بس في الفتوحات و الثروات و جمع المال فهني انتبه ان هذا كله بيروح منه فهني تفكر مع نفسه و حب يعطي الناس عبرة في حياته يعني يكون درس غيره فقال اما الوصية الاولى اللي هي قلنا ان لا يدخل عليه الا الاطباء يبين للناس ان اذا جاء الموت ما ينفع لا اطباء ولا غيرهم ولا علاج لان خلاص جاءت المنية الثانية ان ينتر كل ما جمع من جواهر و ذهب في الطريق حتى يعلم الناس ان اللي يفني عمره في جمع الذهب و المال و يترك الدنيا و يترك الاخلاق و يترك العائلة و يترك القيم يترك ما ينفعه بعد الموت بيخسر هذا كله ما يبقى معه ايش؟ شيء ان احنا نعرف ان الميت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يروح معاه القبر ثلاثة يبقى واحد و يرجع اثنان من يعرفهم؟ يبقى اهله و ماله و يرجع يروح معاه قبره ايش؟ عمله نعم و يرجع اهله و ماله و ماله يعني المال بيورثونا الاهل و الاهل بيدفنونا و بيرجعونا عندنا ما احد بيدش معاه قبره الا عمله ان خيرا فخير و ان شرا فالشرفة و يبيعلم الناس ان كل هذا اللي جمعته من قتل الناس و الحروب و الفتوحات و التعب و السفر كله بيروح ايش؟ هباء منثورا غيرا ما رح يستفيد منه الوصية الثالثة قال قال ليش يدينك التم مفتوحة على النعش؟ قال ابقوهما معلقتان مفتوحتان حتى يعلم الناس ان الانسان يأتي الى الدنيا و هو خالي اليدين و سيخرج منها خالي اليدين كما دخلها و ليعلم الناس ان الاسكندر الذي ملك الدنيا من مشرقها الى مغربها بكل ما جمعه خرج منها خالي اليدين اذا القصة هذا يا ابعالي و الشباب اللي موجودين تبين لكم فوائد عظيمة مثل سالفة رفيج ابعالي اللي توفى رحمه الله انسان ما يشغل نفسه صبح و ليل بجمع المال و بالدنيا و يهمل صحته و يهمل دينه و عبادته و اهله بس عشان الفلوس بيجي يوم بيتركونه و بيارثونه و هو بيخسر كل شيء هذه وحده هذه الفائدة الاولى و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شي يقول لعبد الله ابن عمر كان يقوله كن في الدنيا كأنك ايش غريب او عابر سبيل يعني تخفف من الدنيا لا تخلي كل همك الدنيا لا تخلي الدنيا تغلب على قلبك فيصير همك كله جمع المال و غيره و تترك الاشياء اللي هي اهم لذلك حرص الاسكندر على ان يبينها لنا هذه العبرة الاولى العبرة الثانية ان الانسان ايش لو جاءه الموت ما ينفع ايش لا اطباء ولا علاج ولا مال ما بيرجع لا ايش صحته الوصية الثالثة عندنا شن هي الوصية الثالثة ان الانسان لازم يعتبر في الدنيا انه هو اصلا ان ولد ما في يده شي ولا يملك شي وبيطلع من الدنيا ما فيها شي كل اللي عنده بيروحه ايش الغيره ان ما قدم لنفسه خير ان ما وضعه فيه رصيد الاخرة ما تصدق ما علم ما ربه ما اشتهد ما جمع حسنات ما سوى اعمال خير بيكون رصيدة من الدنيا ايش صفر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة اللي يبقى له ثلاثة اشياء في الدنيا ايش واش صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له الحين انا ابي اشوف شى استفدتوا يا شباب من هالقصة ما بيقول لنا شين هي الرسالة اللي يبيوصلها الاسكندر المقدوني للناس لما قال حق القائد ما يدخل علي الا اطبائي هم اللي يقعدون معاي لين اموت ما بيقول لنا انا اتفاضل يا خالد لانه بيوصل الرسالة حق الناس اذا جول الطباء اه يسولنا عمليات من الليل لنهار ما بيمفعونه ليش ما بيمفعونه لان خلاص جاء وقت الموت احسنت يعني اذا جاء الاجل ما عاد ينفع لا طبيب ولا دواء انزين لو سألناكم السؤال الثاني ليش قال انثروا كل فلوسي اللي جمعتها على الناس في طريقي من مكان ما مت لين المقبرة من بيجاوبنا تفضلي به ما استفاد من ماله ولا شي ما استفاد ولا شي لانه بيطلع من الدنيا ما رح ياخذ معاه شي من ايش من الفلوس اللي جمعها وكان يحارب عشانها صبح وليل ويقتل الناس عشانها يعني السلطة ما راحت معاه القبر ولا الفلوس جميل لو قلنا لكم اخر سؤال عندنا ليش اوصل اسكندر ان يدينا تبقى مفتوحة على طول الطريق من المكان اللي مات فيه لين المقبرة اونا تفضلي عبد الرحمن لانه ما اخذ شي من عنده يعني من ثروتها يعني فلوسها مثلا عنده كنوز واراضي ما اخذها معاه في القبر خلى يده فاضيه يعني ما عنده شي عشان نص تعرف انه بيطلع من الدنيا ما عنده شي ما عنده شي من كل الثروة اللي جمعها جميل اذا ايها الاحبة اعتقد ان احنا خذنا العبر الموجودة في هذه القصة ومنها ان الانسان يستعد للاجل ولملك الموت كذلك ايضا هو قال لان كل اللي جمعته راح وما رح يتم معاه شي هذه الرسالة لانه انه مهما اجتهدنا في جمع المال ما رح يروح معنا القبر اذا ما قدمنا منه لاخيرتنا يعني قدم من هذا المال حتى تلقاه امامك انت لن تستطيع ان تحمل مالك معك ولكن تستطيع ان تجعله يسبقك الى قبرك وينتظرك هناك بالاجر الذي تجد عند الله من وضعك في رصيد الاخرة وكذلك ايضا العبرة الاخيرة ان الانسان لن يأخذ معه الى قبره اي شيء مما يملك في هذه الدنيا فلي يعتبر ممن سبقه من الكبار والملوك والعظماء الى اخره ذهبوا الى قبورهم ولم يأخذوا معهم لا الثروات ولا الاهل ولا الاموال ولا الحكم ولا السلطان نعتبر في النهاية بقول الشاعر مهما حييت فانني بشر اموت والناس في طلب الغنى وغناهم من ذاك قوت شادوا لغيرهم وبادوا والقبور هي البيوت هذا ونصلي ونسلم على نبينا الكريم و الى لقاء اخر نترككم في حفظ الله و رعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة